موسيقى اهلا بحضراتكم ورجعنا لكم وراء تانية بعد الفاصل وهدلوقتي هنتكلم فقرتنا الاولى عن مهرجان القلعق الدولي الموسيقى والغناء في دورته الـ 32 هنتكلم عن اهم الفعاليات الفنية والموسيقية واهم الحفلات الغنائية تفاصيل كتير هنعرفها عن المهرجان من ضفنا اللي منورنا في الستوديو محمد شميس الناقد الموسيقي وصباح الورد عليك صباح الفل خلينا كده في البداية نعرف ايه اللي بيميز مهرجان الالعف دورته الـ 32 عن باقي الدورات اللي فاتت هل شايف ان فيه حاجة جديدة؟ اه طبعا فيه جديد يعني الفنان حمزة نمرة موجود السنة دي سمر طارق برضو من الفنانات الشابات اللي بيقدموا موسيقى مستقلة يعني موجودة ودي حاجة لطيفة جدا يعني احنا ابتدينا في السنوات الاخيرة وزارة الثقافة والقائمين على التنظيم المهرجاني يعني بقالهم مدة بيحاولوا يجددوا في الاسماء الموجودة عكس السنوات اللي كانت قبل كده بس انا باطمح بقى يعني طماع اكتر لان احنا يبقى عندنا تنوع اكتر من كده هو انا عموان بحب مهرجان القلعة بشكل شخصي وبشكل كمان فني بكل حاجة لان اول حاجة هو تقريبا ارخص مهرجان موجود سعر التذكرة السنة دي واصل 60 جنيه لو احنا بنتكلم مثلا على اقل حفلة جماهرية لأي نجم من النجوم دي لو هيعملها برا بالألافات هتوصل مثلا هنبدأ من اول 7800 صحيح تمام اللي هو اقل واكتر عفكرة كمان اه ما نقول اقل سعر هتزيد طبعا بقى كده حسب الفئات يعني فكون ان الدولة تعمل حاجة زي كده في مكان اسهري مهم في قلب القاهرة انا بحب اروحه جدا بحب كمان لو انا اصريتي اروح انا والدي والدتي او انا واصدقائي يناسب كل الاعمار يعني بقى مبسوط جدا لما بشوف التجمعات فيها الشباب مع الاسر يعني بيبقى الموضوع فعلا ما هواش مهرجان مثلا الفئة معانا بقى مبسوط ان بشوف يعني الطبقات في المناطق الكسافة اكثر كسافة يعني جماهرية ما بيقدروش مثلا يسافروا يروحوا مناطق ساحلية او يروحوا مثلا اماكن صهر ليلية عشان خطر يستمتعوا بالمزيكة بيكون نوع من الترسير ليهم بدون يعني تكاليف كتير او صفار او واهم حاجة برضو انها بيشوف انها كمان لطيف جدا انها بيتزايع يعني برضو ما كانش بيتزايع في السنوات اللي قبل كده فكرا انها برضو على القناة المتحدة دي حاجة لطيفة جدا ضمن الاختلافات السنة دي اه لا اهو بالهم حوالي اربع سنين في الموضوع ده شغالين عليه ودي حاجة برضو لطيفة بحيس برضو ان لو محدش يعني عنده قدرة ماليه او حتى برضو عشان التذاكر بتخلص وقت كبير يعني برضو الساعة بتاعة المكان مش كبير مش كبير قوي يعني فالناس تقدر تستمتعني في البيت وكده طيب هل مهرجين القلعة نجح في المسج ما بين التراث الشعبي وكمان التجارب الغنائية والموسيقية المعصرة؟ هو اه نقدر نقول كده مثلا عندنا الفنان مثلا نسيه التهمة موجود بيقدم حاجات العلاقة بالانشاد الديني فده موجود عندنا برضو بشوف برضو فرق في الدورات اللي كانت قبل كده من الاردن ومن تونس غير برضو الفرق المتخصص عندنا في مصر عندنا مثلا مصر اكباري موجود الدورة دي فريق متخصص في موسيقى الروك عندنا دين الودي دي فريق يعني من الفنية المستقلين حتى العازفين يعني عندنا سعد العود فنان شاب انا بحبه جدا برضو بيعزف مقطوعات يعني كلاسكية بالعود وبيغنيها فلطيف جدا موجود برضو السنادي وشاب يعني ما ففيه دعم برضو للشباب انا حابب ده جدا ومتمنى ان احنا يعني نزود عن كده طب يعني شايف ان المهرجان السنية دي يعني يحقق مثلا جاذبية للناس جامدة حقق مثلا يعني ارضاء لجميع الازواء مثلا شايف فيه اقبال كبير عليه ولا عيدي لا لا هو دايما حيث الاقبال دايما موجود ككه الناس بتحب المواصلين عموا بيحبوا الفن فيه محاولات طبعا لارضاء جميع الازواء انا بس بيبقى عندي تعليق مثلا يعني ليه الافضل افضل يعني ان احنا نحاول نفصل ما بين النجوم اللي بيبقوا بيظهروا في مهرجان الموسيقى العربية وما بين اللي بيبقوا موجودين في مهرجان القلع يعني لو في حد خد فرصة هنا يعني نفضي مكانه في الحد تاني اللي احنا بلد متعددة المواهب يعني عندنا يعني يعني انا مبسوط ان في حاجات مثلا مصطفى حجاج بيبقى موجود من فئة الشعبي او الناس اللي بيتغني يعني اغاني شعبية ببقى مبسوط اكتر لو احنا زودنا الحاجات دي يعني لان ده مثلا مش هينفع يبقى موجود في مهرجان الموسيقى العربية ؟ يعني نوعية الاغاني اللي بيقدمها حسب البروتكول يعني والمؤتمر اللي كان ماموت على موسيقى العربية ده فمسلا فيه شخصيات غنائية موجودة في مهرجان القلعة مش تبقى موجودة هناك زي مثلا مصار اكبار مش هينفع يبقى موجود مسلا في مهرجان الموسيقى العربية بس بقى نادية مصطفى هيبقى موجودة في مهرجان الموسيقى العربية او لم تبقىش موجودة في مهرجان القلعة وملدي مساحة الفنانين اخرين متح 260 paling موجود بالزبط آآ يعني النجوم الكبار قوي اللي هما عندهم شعبية وبيمثلوا جزء من هويتنا وثقافتنا الموسيقية زي الأستاذ علي الحجار وزي الأستاذ ميت حط صالح يعني دول آآ وستاذ هاني شاكر لازم طبعا يبقوا موجودين لأنهما برضو من عوامل الجذب الرأسايا في أي مكان بيبقوا موجودين فيه سواء بقى مهرجان الموسيقى العربية أو مهرجان القبعة بس أنا أقول كلمة على الفنانين مثلا اللي هما عندهم إصداراتهم حتى الغنائية مش كتيرة أو مبطلوا تقريبا يقدموا إصدارات غنائية موجودة ممكن نجيبهم دورة ودوريتين تلاتة لا يعني ما يبقوش موجودين كل دورة كده يبقوا هنا وهنا طب تفتكر من عوامل الجذب برضو اللي حصلة ساني دي الأسعار المخفضة اللي حرك زكرتها أنه هو التذكارة بستين جنيه وكده هل ده برضو عمل إقبال شديد للناس؟ آه طبعا طبعا أنا بقول لحداك بشوف أسر كاملة بالأطفال بالأمهات بالأزواج بكله بيروح يعني بيتبسطوا والشباب طبعا بيروحوا ولطيف جدا يعني إحنا لو بنتكلم أن يعني عندنا أفكار نوعا ما الدولة بتحاول توجيهها لي علاقة بالتطرف أو الإرهاب والكلام ده كله فهو ده المخرج الوحيد يعني وأطفال يعني ليهم تذكارة ولا؟ لا الكبار هم اللي بيعنيهم طب عظيم كمان وكمان بيبقى فيه بصات بتدخل يعني خدمة توصيل يعني عشان طبعا المكان بيبقى كبير من البوابة الحد المكان بتاع التذكارة بيبقى فيه بصات يعني كل حاجة مويسرة نقدر نقول كده يعني كمان ناس بيبقى مياه وحاجات ليه لطيف عشان برضو الجاو بيبقى حار تزيز جدا فمهرجان لطيف جدا يعني أسري يعني بحبه عشان هو مهرجان أسري يعني طيب هل مشاركة برامج طبعا برامج الحفلات الغنائية سواء بالكبار يعني كبار النجوم أو حتى فرق الموسيقية أضاف للعام ده النجاح يعني؟ أيها ما بقول الحقيقة كل لما احنا بنزود حالة التنوع دي كل لما الفئة الجماهرية المستهدفة بتزيد غير لما نبقى حصرينها في مكان معينين فطبعا دي حاجة عظيمة وأنا مبسوط ان الدولة يعني بتسمع للقراء دي أو القائمين عليها يعني هما فعلا بيبقاش الموضوع مقفول زي زمان كده لا بيبقى فيه التطور وتنويع يعني لو في بينكما على الموسيقى البوب موجود مثلا هشان عباس لو بنتكلم عن الغونة أو المقطوعات حتى الموسيقية والفرق الأبرالية مثلا عندنا أستاذ عمر خيرت مثلا موجود يقدم مزيكة بس عندنا وأستاذ عارة حجار يعني يعني كده انت فيه جمهور كتير عندك يعني شوف لكل فنان وكل فرقة موسيقية ففيه جمهور كبير خددا بهم الأضافة أنا فاكر آخر حفلة حضرتها للأستاذ عمر خيرت من كتر التدفع كان فيه ناس يعني بتحاول تتسلك الأشجار عشان تبقى تسمع الموضوع كان زحمة جدا يعني طبعا وسعر المخفض كمان ده بيخلي الناس بتبقى كلها عايزة تروح وان الفن للجميع يعني صحيح صحيح طب شايف انه هل ممكن يتم اكتشاف مواهب جديدة من المهرجان ده ولا شايف انه بيعتمد على كبار النجوم أكتر يعني هل ممكن نشوف حد مثلا أول مرة في حياته يغني في المهرجان ده ويبقى بعدها نجمه ولا احنا معتمدين على الفنانين لا احنا مش معتمدين برضو على كبار النجوم احنا جايبين فنانين شباب يعني ملهمش مثلا شعبية كبيرة قلت الحقيقة كان مثال من أول حلقة يعني فيهم لكن انا برضو ضد ان احنا محاولة اكتشافنه احنا مش محتاجين احنا نكتشف حد يعني دلوقتي مفيش يعني ساعي يعني هنستفيد ايه لما نعد ندور على نكتشف حد دلوقتي كان زمان ده ممكن نعمله علشان خاطر وسائل وصول الجمهور للفنانين قد صعبة لكن دلوقتي كل فنان هو قائم بذاته ويقدر يأسس لوحده يعني يبقى one man show يقدر يعمل أغاني وينزلها للجمهور ويتواصل لان ده كمان هيخليه الاحتكاك بتاعه مع الناس هيبقى عنده شخصية غنائية مختلفة غير لما هيجي اكتشفه أستاذ كبير هيبقى متأثر بأستاذه وبالأغاني المعمولة فهيطلع شبه ناس موجودة لا بالعكس كل الناس اللي هم حققوا نجاح أو تجارب غنائية نجحة يعني في مشهورنا كانوا أبناء تجاربهم يعني ما تقصروش بأستاذة سابقين والاحتكاك ولا عليهم زالهم نكلم مثلا عمر دياب أو محمد مونير عمر دياب ما بقى شهر عمر دياب لما نزل غنة في الكابرهات قعد خمس سنين أول حياته بيقلد محمد مونير يعني كان محمد لي عامل الزمن زمان يعمر دياب عامل الزمن محمد مني عامل المدينة عامل المدينة برضو محمد مني عامل يطريق عامل الطريق عامل دياب عامل يطريق يعني حتى أسماء الأغاني شبه بعضه كان بيشتغل مع نفسي تقريبا الملحنين وكان بيكتب له عبر رحيم منصور اللي كان بيكتب برضو لمحمد مونير وقتها فاتغير امتى لما ابتدى ينزل الكباريات واحتك مع الجمهور بقى عمر ديه بالصبرستارج النجم الكبير بقى عنده طعم مختلف بالاحتكاك فلما احنا نجيب فنان كتيد ونحاول احنا نكتشفه اكيد هيبقى متأثر بقى افكارنا غير لما هو يبقى خارج بقى باحتكاكه مع نفسه مش هيبقى شبه حد طيب لو هنتكلم عن مهرجان القلعة الغنائية ووسط طبعا المهرجانات الغنائية اللي بتقام في مصر تصنيفه ايه يعني معينه ايه تصنيفه يعني تصنيف مهرجان القلعة بالنسبة للمهرجانات الغنائية اللي بتقام في مصر بيكون تصنيفه ايه ايه اعنى بشوفه مهرجان اسري يعني دا قلطف حاجة في الدنيا ان الأسرة كلها تقدر تذهب وتسمع ميبقاش حد خايف ان هو يسمع حاجة خارجة أو حاجة يعني إن ده بيحصل دلوقتي اليومين دول. أنا مش ضد ده بالمناسبة يعني. بس أنا بتكلم على إن الأسرة ممكن تروح تبقاش متضايقة. وإنها أكيد هيتبسطه. لأنه كمان إن بيبقى المهرجون في كذا فكرة في نفس اليوم. فلما لو في فكرة مثلا ما عجبتكش أكيد هتعجبك فكرة تانية وكاكاك جدول مجدد. وإلتك تشامل اليوم كامل يعني؟ ها. أوكي من أول الصبح من الساعة كاملة كامل طيب؟ على حسب بقى الجدول بتاع يعني بيختلف على حسب الحفلية. كل يوم بيختلف عن التانية. على حسب يعني اليوم ده فيه ثلاث فكرات فيه فكرتين. على حسب بي موجود. مدته أدئية أصلا هيقام في عدد أيام أدئية؟ هيخلص يوم 28. هيخلص يوم 28. يوم الأربعة تقريب. عظيم جدا. إحنا سعوداء جدا بوجود حضرتك معينا النهاردة. لأستاذ محمد شميس الناقد الموسيكي. شكرا لحضرتك جدا. شكرا جدا يا فل. مشاهدينا خلصت فكرتنا الأولى. لسا مكاملين معكم لفكرتنا الثانية والأخيرة. انتظرونا.